المهندس سعاد لواء بيتكلم على قيمة ما يطفيه الأهلي من سعادة على محبيه وما يلتزم به جمهوره في كل مكان من صورة قوية وجميلة للنادلاء على فكرة ده في الداخل وفي الخارج في الداخل الأهلي لا يمكن أنه يسكت عن خطأ لأي مشجع عنده الأهلي بيبادر بعقاب أي لعب يخرج عن النظام العام مش بس الجمهور فمن التالي كان غريب جدا أنه بعد مباراة بيرامدز الأخيرة فجأة تتميل المواقع كلها بتصريحات يفترض أن تكون عن مسؤول وهنا بقول لكم يفترض أن تكون عن مسؤول وهو سروة سويلم عضل ربطة الأندية المحترفة وهنا لازم أن نقف في نقطة نظام مهمة وواضحة وصريحة ليه؟ لا اجتماع إدارة المسابقات تم ولا الربطة اجتمعت ولا أي حاجة فجأة يطلع اللي هو سروة سويلم ولا التقارير عرضت ولا التقارير ولا حد يعرف حاجة يطلع اللي هو سروة سويلم يملأ المواقع بصوا الوطن عقوبات منتظرة ضد جمهير الأهلي على اللي حصل في مباراة بيرامد من نفسه الشروع ربطة الأندية بتقول لك عقوبات منتظرة ضد الأهلي على ستكون على كل فرد تجاوز هنا فيه أفراد وفيه تجاوزات كمان فيتو ربطة الأندية بقى تتوعد جمهير الأهلي بصوا بقى احنا بنشتغل ازاي تهديد وتوعد ضد الجمهير وأكد اللي هو سروة سويلم أوان مصر سروة سويلم يؤكد سيتم عقوبة الأهلي بعد فوزه بالتلاتة ينتقل حتى لمواقع عربية ألاقي جريدة بيروت سروة سويلم بيأكد ربطة الأندية ستوقع عقوبات وتنتشر أيضا لأنه كمان اللي هو سروة سويلم عمل مدخلة مع بعض البرامج الزمالكوية أو المنتمية لنادي الزمالك الشقيق وده برضو جزء تاني غريب لو التصريحات والاتصال بقناة الآلة هنقول هنا في خرق لمسئولية الربطة ومن يمثلها والمتحدث المفروض بيها فتنتشر بقى إلى مواقع نادي الزمالك الشقيق في توعد جمهير الأهلي والتأكيد أنه سيتم معاقبة الجمهير على اللحظة هنا ما عندناش مشكلة أنه لو صدر التجاوزات يتم العقاب لا الأهل بيسكت على خطأ ولا الأهل بيقبل بأي تجاوز بالعكس هو اللي بيبادل كمان لكن لما يبقى زي ما المهندس عادل أشار لحد شاف تقرير المفروض أنتوا كرابطة أندية محترفة بعدتوا مرائب للمباراة ومنسق للمباراة دول بيكتبوا تقرير والحاكم بيكتب تقرير مش عودونا كتير قوي أنه لما نشوف التقرير كل ما كنت تتسل على الأجهة هو ما تأسل ما تشوف لما نشوف التقرير لما أنت عايز نعلق هتعلق بس لما هقولك العقوبات لا خلي العقوبات للأخير طيب أنا هعلق لأن الأستاذ صارت سيولة من الحقيقة بدأ كأنه المتحدث الرسمي عن شيء غير ربط لما يتحدث هو أولا إيه هو المتحدث الرسمي المتحدث الرسمي هو الذي يزيع الموقف الرسمي أو ينقل القرارات الرسمية ويفسرها للرأي العام عن المكان الذي يعمل فيه والذي اختاره للتعبير عن المكان وليس عن شخصه فلما يوظف هذه الصفة عشان يبقى المتحيز الرسمي لأفكاره ولعلاقاته الأخرى وهو استمرار لمواقف قديمة مش عارفين نتيجة لحظاتها دلوقتي ولا بعدين بتعجب تقول له الحكم اللي رياح لا لا هو ده مواقفه على طول حاجة غريبة جدا وإن كان وقتا يعني كلف مديرا للاتحاد واستقالة اللجنة حاول يصلح أو يقنعنا أنه بيصلح لكن سرعانا في إطار النظام الذي كان يدعمه ما عاد إلى أحضان هذا النظام سيد إبريم عازل توقف على بعدين لهذه التصريحة أولا البعد اللول هو طلع ولوح بعقوبات وطلع ولوح أن فيه تجوزات وكأنه يؤكد على شيء حيحدث بعد كده ويطلع يروج له ما لنش علاقة بالرابطة لكن لما تشوف كيف استخدمت هذه التصريحات أو تزمانت مع تصريحات أخرى أرادت أن تروج أن النادي الآلي تجاوز في حق فلان وفي حق كذا وفي حق كذا وفي حق كذا وهذا لم يحدث على الإطلاق ويتم ذكر أسماء لناس لم يرد ذكرها في شيء لم يرد ذكرها في أي شيء في لحظة يريد بها الإساءة على مواقف النادي الآلي ويربطها بمواقف سياسية أنية لا ده أنت بقى اللي بتحرض مش الأهلي لأنك أنت بتذكر ما لم يحدث لإيقاد شرارة ضد النادي الآلي ولكن يرتد الرمح إلى النحر كالعادة لأنك مفيش أقوى من حقيقة ترد على أي إجذوبة صحيح فلما يطلع الأستاذ سروات يروج أو يمهد لمثل هذه التصريحات والمواقف يبقى لأ مفيش براءة هنا لأن تجد بعد كده الموقف الرسمي الذي لم يعبر عنه الأستاذ سروات للربطة مختلف تماما التقارير مختلفة تماما وأنكرت أي إساءات أو سباب لأي شخص أو شخصية أو حتى لعيبة في النادي داع للأبعاد ولكن هناك بعض آخر وكأنهم بالتنصيخ مع الأستاذ سروات استكتروا على الأهل أن يفرح بهذا الإنجاز وهذه النتيجة الضخمة التي مش بس أنت تفوق في مباراة بثلاثة أهداف لا دا أنت استرددت بها القمة على الحساب المنافس الرئيسي لك قبل الصفر إلى خلي بالا جوانسبرج فأنظر ماذا يفعل فروة سويلم يريد أن يزعزع الثقة في النادي الأهلي ويوحي أن هناك عقوبات تنتظر وأن هناك مواقف ستتخذ لأن جماهيره عمل تسود يريد أن يحرم الأهل من جماهيره في هذا المشوار القادم ولكن الحقيقة الساطعة انتصرت على هذا المخطط الخبيث للأسف الشديد احنا حنسيبك يا أستاذ سروة زي ما سيبنا غيرك للناس اللي ببلدك تخيمك هنا يعني عطفا على كلام المهندس عدلي مفروض ربطة الأمدية يا جماعة منتخبة من ممثل عن كل نادي واللي هو سروة سويلم أضيف من قبل اتحاده الكورة المفترض أنه دي ربط برئاسة الأستاذ أحمد دياب رجل الخلوق المحترم جداً اللي عامل مجهود هايل ورائع الحقيقة وبيطور وبيغير وعنده فكر عالي أدر ولو أراد أستاذ أحمد دياب من يجامل الله لي لقى الجلمات شفيرامت مثلاً أسنده إدارة المسابقات للمهندس عامل حسين هنا إدارة المسابقات دي منفصلة بتاخد عقوبات بناءاً على تقارير المرائبين بتبعت مرائبين ومنصقين يحضروا المباريات وبيسجيلوا كل اللي حصل ولازم أنت تتطابق التقارير مع بعضها عشان عامل حسين يطلع العقوبة هنا لما يكون اللي هو سروة تسويلاً أنت بتستبق اجتماع إدارة المسابقات اللي ملكش حق التدخل فيها لو أنت عايز تتجاهل المرائبين وبفوجة نظرك ما لهمش أي ستين لازمة وانت بس المرائب العام المسؤول اللي عايز ترضي فلان فبالتالي تدوسله على الأهل وجمهور الأهلي لا ده كلام غير مسؤول من مصدر يفترض أنه مسؤول في الرابط والمفروض يحاسب عليه ولازم يحاسب أنت بتتجاهل السادة المراقبين اللي كلفتوهم بمرائبة المباريات وهم ناس محترمين برسالة كاذبة برسالة أولاً كاذبة وسانياً بتصريحات في أماكن غير ملائمة ثم تجاهل إدارة المسابقات برئاسة عامل حسين نفسها ولا لها ستين لازمة عندك قبل ما يستلموا التقرير قبل ما تطلع على التقرير قبل اللجنة ما تجتمع قبل ما تاخد عقوبات سيادة تكلفت على كل المواقع بره وجوه تكسير في جمهور الأهل وفي النادي الأهل وفي العقوبات وفي تجاوز اللي حضراتكم شفتوا عينة منه هل ده بناء مؤسسي محترم؟ هل ده وضع إداري مسؤول؟ إن فيه حد عض هو عض يعني الكابتن عماد متعف عض لو طلع الكابتن عماد متعف قبل اجتماع إدارة المسابقات واتكلم دفاعاً عن نادي الأهل هيبغلطان ولو طلع الأستاذ خالد رفعت الممثل لنادي الزمالك دافع عن نادي الزمالك هيبغلطان عطر بيزر مفترض بيحترموا كيان هذه الرابطة اللي ده أول سنة لهم في الدوري والناس كلها عندها أحلام وأمال كبيرة معهم لكن إن أنت تستبق كل دول وتتجاهل كل التقارير وما تستناش حتى ربط الإدارة المسابقات تجتمع واتطلع أنت تهديد ووعيد ضد الأهل وجمهيره بناء على إيه؟ غير الأوهان والعلاقات الشخصية مع أطراف أخرى بناء على إيه؟ هو يريد أن يستدرج النادي الأهلي إلى الفخ الشخصي زي ما حضرتك بتقول لخدمة مصالح شخصية صحيح هذه رؤية شخصية من عنده مش رؤية يريدها رؤية لكن تنصيق في رؤية يراد الترويج لها لإضرار بالأهلي وإطفاء فرحته والإساءة إلى جماهيره وحرمانه من جماهيره في هذه اللحظة في ملف أديمه أديمه ألعب على أديمه أرجع للمواقف السابقة بتاعته تعرف أنه لجديد عندما يتسنى له نفس الظروف يتصرف بالعكس كان يدخل يوزع الحكام وادوله الحكم فلان فلان وخلاص بعمل التسريبات كلها كاشف وعايز ياخد كاس هات له حكم مصري من حقه عايز بطولة عايز بطولة يا جماعة مش كفاية الطبيخ اللي كان بيحصل في إدارة المسابقات مش كفاية الكلام الفارغ اللي انتم سمعته كتير قوي قلنا فيه ربطة محترفة محترمة برئاسة شخصية محترمة لأستاذ أحمد دياب هتتزبط الوضع ده شوية هل ده يجوز هل ده يحصل طيب لو كانت حدثة تجاوزات هي فين في التقارير المرأبية ولو موجودة في تقارير المرأبين هي فين في العقوبات طيب النهاردة يا أساس هروت صدرت العقوبات هات لعقوبة واحدة صدرت ضد الأهل وجماهيره بالمناسبة قبل كده لما الأهل في جماهير تجاوزت في مباراة الإسماعيل أو مباراة المحلة تم حرمان جماهير من الدخول في أسماء بعينها صدرت لأنه خلاص انت في شركة وطنية محترمة زي شركة تذكرت هي المشرفة على توزيع التذاكر وتسجيل بيانات كل مشجع فاللي بيتجاوز بيعاقب وحدثت عقوبات فردية شخصية ضد بعض الأشخاص اللي ثبت تجاوزهم في مباراة سابقة لكن هذه المباراة اللي ساتك بتتوعد الأهل وجماهيره حصل إيه فيها صدرت ربطة الأندية المحترفة إدارة المسابقات طلعت النهاردة أعلنت لجنة المسابقات بربطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدور الممتاز وجاءت العقوبات على نحو التالي مباراة المأولين وبرامد إيقاف أحمد محمود عفيف في لعب المأولين العرب مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث مباراة سيراميكا كيلو باترا واسموحة إيقاف مصعب خالد لعب سيراميكا مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث غزل المحلة وفيوتشر إيقاف حميد مو لعب غزل المحلة مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث مباراة امبيو ايسترن كمبني اقف محمد نصر لعب ايسترن كمبني مباراة واحدة للانزار التالت ومباراة الاسماعيل وفاركو اقف عبدالله بكر لعب فاركو مباراة لحصوله على الانزار التالت يعني كل العقوبات في مباريات هذا الاسبوع عقوبات طبيعية تقليدية مش بناء حتى على اي تجوازات او خروجات للانزار التالت العقوبات الطبيعية التقليدية لم يرد أي شيء في مباراة الأهل وبرامد لم تسجل أي عقوبة لم تذكر تقارير المرأبين والمنسقين أي تجاوز حدث من قبل الأهل أو جامهيرو برغم التهديد والوعيد والتجاوز والاتهام وتوتير الأجواء